السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي كنار أخوات فضلات معكم أصر صادق في هذا الفيديو القاسل إن شاء الله حبيت أنه أركز على فتقضية اللي هي إجابة على السؤال نتعرض له بشكل شبه يومي مثل ما تعرفون منذ سنوات طويلة نحن نشارك معكم كل ما نحصل عليه من كورسات مجانية من شهادات من ويبنرز سمينارز مناهج كورسات غير من الأمور الأخرى الكثير من المواقع اليوم في العالم سواء كانت مواقع عربية أو أجنبية تقدم لك ما يسمى بشهادة المشاركة أو شهادة الإكمال أو شهادة تجاوز في كورس معين أو قضية معينة فالسؤال الذي ينطرح هنا من قبل الأخوة والأخوات اللي حاصرين على وظائف أو اللي ما زالوا يفكرون في الحصول على وظائف هو أنه هل أن هذه الشهادات سيكون لها فتفائدة حقيقية في السيفي يعني عندما أريد أن أقوم بتقديم على شركة معينة هل أنه شهادة المشاركة في ورشة معينة أو شهادة المشاركة في مشروع معين أو شهادة إكمال لكورس معين بدون فلوس يعني بدون أن تكون من شركة معروفة يعني ليست من سيسكو ولا من مايكروسوفت ولا من جونيفر ولا من غيرها فقط هذه الشهادات اللي هي موجودة أونلاين والمتوفرة واللي ممكن الحصول عليها بشكل مجاني هل لها قيمة في السيفي هل لها قيمة في اتخاذ القرار لتوظيفكم في هذه الشركات الجاوبة هنا رح يكون كالآتي إذا كنت حضرتك أو حضرتك موظفين في شركة معينة أو متخرجين حديثا إذا كنت موظف سابقا فطبعا خبرتك في هذه الشركة السابقة ويعني تبيان مهاراتك وشهادات الخبرة اللي حصلت عليها من الشركة رح يكون أفضل بكثير من هذه الشهادات المجانية أما إذا كنت حضرتك أو حضرتك المتابعين خريج حديثا قمت بتخرج حديثا أو كنت تعمل في وظيفة معينة وترك في الوظيفة لمدة سنة أو سنتين مثلا أو كنت خريج منذ سنة أو سنتين ولم تحصل على عمل والآن تريد التقديم إلى وظيفة معينة فالسيناريو رح يكون كالآتي عندما تقوم بتقديم السيفي والذي سيحته فقط على شهادتك الجامعية إذا لم تكن لديك شهادات خبرة من شركات معينة سيسكو أو غيرها رح يأتي السؤال التالي أنه أنت تخرجت قبل سنتين ما الذي فعلته خلال هذه السنتين؟ ما هي المشاريع التي اشتركت بها؟ ما هي الشهادات التي حصلت عليها؟ ما هي الأمور التي طورت نفسك بها؟ إذا كنت فقط تدرس أمور يعني أونلاين بدون الحصول على شهادة طبعا ممكن أنه تثبت هذا الشيء من خلال مهاراتك ولكن أغلب الأحيان تكون الأسئلة دايركت ويعني شورت قصيرة ومباشرة في الانترفيو وفي المقابلات رح يسألك بأنه قبل سنتين تخرجت أو قبل سنتين تركت آخر وظيفة لك ما الذي فعلته خلال هذه المدة؟ رح تقول بأنه أنا اشتغلت على الويب ديزاين على الاندرويد على السمارتفون إلى آخر من هذه الأمور طيب ما هو الشيء الذي يوثبت هذه القضية؟ طبعا هو ما رح يكد يمتحنك بكود أغلب الأحيان عن الشركات ما رح تكد يمتحنك بكتابة كود أو بتصميم سيستم معين في أثناء الانترفيو وأنه ما رح يطلب من عندك فالدليل على هذه الأمور طبعا إذا أظهرت لفت شهادات من مراكز معتمدة أو معتبرة أو مشاركات عالمية هذا الشيء رح يكون ممتاز إذا لم تكن لديك القدرة المادية على أنه تأخذ هذه الدورات وتأخذ الشهادات اللي هي بفلوس فأظهار الشهادات اللي هي مجانية من أدة مواقع من أدة أماكن تبين أولا أنه أنت تحب التعليم المستمر يعني مستمر في تطوير نفسك ثانيا أنت ما كنت يعني ليزي أو كسول فقط منتظر فرصات التعيين وأن ما كنت دائما تشتغل على نفسك تريد تطور نفسك تريد توصل إلى فشي معين ثالثا هذا فدي رح ينطي فد انطباع الشركة على أنه يمكن تطويرك أكثر في المستقبل يعني أنت شخص تحب الجد والاجتهاد تحب التعلم فهذه الشهادات حتى وأن لم تكن هي العامل الرئيسي في قرار تعيينك أو توظيفك في هذه الشركة أو لا ولكنها تبدو جيدة في السي بي يعني في كل حال الأحوال أما إذا كان هناك قابلية لخوض دورات احترافية في سيسكو جونيبير مايكروسوفت أي واحدة من الشركات العالمية وخوض الامتحانات اللي هي بفلوس والحصول على هذه الشهادات اللي هي شهادة حقيقية تعتبر تكنيكال سيرتيفيكايت والها قيمتها طبعا هذه رح تكون أفضل بكثير في السي بي هذا هو الشيء الوحيد اللي حبيت أنه أشارك معكم وشكرا جزيلا ومع السلامة